قبل التقرير معنى الشيخ أستاذ خالد يعني قبل التقرير وحتى أظن أنه يبقى فيه تجاوز من لفظي أو جسدي من لاعب ضد حكم والحكم على أقل تقدير مش هيطلع كارتة أصحر أنا أظن أنه ممكن الحكم شايف أنه حصل قدامه ده كان حصل بشكل عفوي زي ما تقال في الإعلام وبشكل عادي وأقدم تقريره على كده أظن والله أعلم وتقال له لا أكتب في التقرير كاسف لازم برضو الناس تراجع ليه الحكم ما يقيل في تقرير يعني لو السناريو حاجة بتقوله ده خصل ده شيء يدين الحكم قبل ما يدين كابتر محمد الشناوي عشان نبقى صرحة ما فيش حاجة ستراجع لو حكم تقال له اكتب في التقرير كاسف ده ما ينفعش بحكم وما ينفعش بحكم ولو الناس اللي موجود على زي ما خالب بيقول قالوا للحكم اكتب كذا في تقريرك أو ضف لنا كذا أو حط لنا الموقف تاعة الشناوي ده كده تبقى منظومة تحكم العقوبة تمت على اي اساس يا أستاذ محمد العقوبة اللي صدرت في حق محمد الشناوي بصرف النظر على انه الرجل ده اخطأ او ما اخطأش دي مش نقطة نقاش مش محل نقاش خالص لاتي خليها بعدين على جنب اخطأ ما اخطأش تتفق معادي تختلف معادي قصة تالية لكن صدرت عقوبة العقوبة دي صدرت بناءا على اي اساس عقوبة الشناوي هي امتداد لحالة عقوبة الشناوي لا يا ربي اخطاب النادي لا هي امتداد لحالة التربص اللي من بداية الموسيق لازم يبقى ليها منطق يا أساس محمد منطق ايه لما الحكم نفسه لا ادان اللاعب ولا طلع له انظار ولا طرده ولا صدر اي حاجة في المتش المتش انتهى طبا ده بتفقق نفس الفكرة اللي بقولها يا محمد ده بتقولها الحكم ما ادانش كتب في تعيره ليه اللي اذا كان قوم لي عليه مثلا انا بقول ما يبقاش حسن عسان وقتنا ونو عشان هو قوم لي عليه دي ما يبقاش حكم الناس الموجودة دي متأمرة